تقدم الإمارات والسعودية والنرويج لأعضاء مجلس الأمن اليوم من نتائج تحقيق مشترك حول عمليات تخريب تعرضت لها سفن تجارية الشهر الماضي في المياه الاقتصادية الإماراتية وتعرضت ناقلتان نفط سعوديتان وثالثة نرويجية إضافة إلى سفينة شحن إماراتية لأضرار في عمليات تخريبية في الثاني عشر من مايو قبالة إمارة الفجيرة وكان وزير الخارجية الأمريكي قال بعد أيام من الهجوم أن احتمال أن تكون طهران مسؤولة عما حدث هو أمر ممكن جدا